قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عددا من جنوده أصيبوا خلال الساعات الماضية بجروح خطرة في معارك بجنوب لبنان وأوضح المتحدث العسكري في بيان إصابة أربعة جنود بجروح خطرة في معارك مع حزب الله في حين قال مستشفى رنبام في حلفة إنه استقبل 12 جنديا مصابا منذ مساء الأربعاء وحتى اليوم من جبهة لبنان وأقر بوفاة اثنين منهما